الثمنة سباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لجميع المساعي الهادفة إلى تهديئة الأوضاع في أوكرانيا ودفع جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع وذلك على نحو يحقن الدماء ويمهد الطريق نحو السلام جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الأوكراني بولادمير زلنسكي حيث تم تناول آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وتطورات الأزمة الرهنة ونوها الرئيس السيسي خلال المباحثات الهاتفية إلى استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة في هذا الصدد وهو ما ثمنه الرئيس الأوكراني مشيدا بدور مصر المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات الهاتفية تطرقت إلى قضية الأمن الغذائي حيث تمت مناقشة الجهود الجارية لتمديد اتفاق تصدير الحبوب حيث أكد رئيس السيسي على الأهمية القصوى لاستقرار أسواق الغذاء العالمية وهو ما وافقه عليه الرئيس الأوكراني عارضا جهود بلاده في هذا الصدد بهدف ضمان الأمن الغذائي العالمي وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لسرعة التوافق على الصغة النهائية للإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأقدر وما سوف تتضمنه من حوافز للمستثمرين جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية حيث بحث عددا من الملفات الاقتصادية خلال الفترة الرهنة وتناول الاجتماع عددا من التفاصيل والأرقام المتعلقة بموارد واستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية وأيضا جهود الدولة في تعزيز أو في سبيل تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة كما تطرق الاجتماع أيضا إلى نجاح مصر في طرح أول إصدار للسقوق الإسلامية السيادية وما شهدته من إقبال ملموس من قبل المستثمرين وبحث الاجتماع كذلك جهود الدولة لإيطاح المزيد من التيسيرات وحوافز السسمار تشجيعا للمستثمرين المحليين والأجانب والتي جاء على رأسها مؤخرا تسليم كرت رخصة الذهبية الذكية لثلاثة عشرة شركة مختلفة استهلت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني زيارتها لسلطنة عمان بزيارة لدار الأوبرا السلطانية مسقط ودار الفنون الموسيقية وذلك على هامش تقديم فريق بالي أوبرا القاهرة عرض الزوربة كما التقت نيفين الكيلاني بنائب رئيس مجلس إدارة دار الأوبرا السلطانية مسقط نصر بن حمود الكندي حيث تمت مناقشة سبولي تعزيز العلاقات والتعاون الفني بين دار الأوبرا السلطانية بمسقط ودار الأوبرا المصرية بالقاهرة في مختلف المجالات اتهمت روسيا أوكرانيا بالتجهيز لغزو بمنطقة ترانس نيستيريا الموالية لموسكو في ملوفا والتي تنتشر فيها وحدة عسكرية روسية متعهدة بالرد في حال حدوث ذلك وتقع المنطقة الصغيرة التي أعلنت انفصالها عن ملوفا في التسعينات إثر حرب قصيرة على الحدود الغربية لأوكرانيا وكانت موضع توترات متصاعدة في الأسبوع الأخيرة وأكد الجيش الروسي أنه لحظ تجمعا كبيرا للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية قرب الحدود ونشر مدافع في مواقع إطلاق وزيادة غير مسبوقة في تحليق الطائرات المسيرة الأوكرانية أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيسها ريشي سوناك سيدعو دول مجموعة السبع التي تكتمع عبر الفيديو بمناسبة الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى التسريع لمساعدتها العسكرية لكييف وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أن سوناك سيدعو إلى تسريع وطيرة تزويد الجيش الأوكراني بالمدفعية ومده أيضا بأسلحة طويلة المدى نشرت الحكومة الصينية مكترحا مكونا من 12 بند دعت فيه كل من موسكو وكييف إلى إجراء محادثات سلام في أسرع وقت ممكن بمناسبة مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وحذرت الصين من استخدام السلاح النووي مطالبة بتجنب استهداف المدنيين وقالت وزارة الخارجية الصينية في وثيقة بعنوان موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية وقالت إنه ينبغي على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للتحرك في نفس الاتجاه واستيناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كوريا الشمالية أجرت تدريبا على إطلاق صاروخ كروز استراتيجية وذكرت الوكالة أن وحدة فرعية تابعة لوحدة صواريخ كروز الاستراتيجية في الجيش الشعبي الكوري في المنطقة الشرقية أطلقت أربعة صواريخ في محيط مدينة كيمتشايك بإقليم نورت هامجيونج باتجاه البحر قبالة السحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية وأضافت أن وحدات فرعية أخرى أجرت تدريبات إطلاق نار في مواقع محصنة بدون استخدام ذغيرة حية مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخيرية مصر بعد الفاصل سبتكوكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو